السلام عليكم طلاب الصف السادس الأحيائي وصلنا إلى موضوع المعادلات التفاضلة في مرشحات الرياضيات للعام الدرازي 2023 في هذه المجموعة اختارت هذا النوم للأمثلة حلاقة ومعادلة معادلتين تفاضليتين لحق واحدة أريد الحل العام واحدة أريد الحل الخاص فيها ثانيا أجوبة هذه الأسئلة موجودة أيضا في المرجع الإلكتروني يقدر الطالب أرجع لها واليوم سأحصلها بطريقة أخرى مغايرة مع نفس الناتاج يعني الحل الذي أكثبه هذا اليوم وحلول سابقة أيضا لكل سؤال أكثر من جواب مع العلم أن كل الإجابات صحيحة نرجع إلى الفكرة الأولى الفكرة الأولى بين أن العلاقة حل المعادلة التفاضلية فما هو الفرق بين المعادلة والعلاقة الملاحظة رقم واحد العلاقة يمكن أن تكون حلا للمعادلة التفاضلية إذا حققت الشروط أي أن العلاقة هي حل المعادلة التفاضلية المعادلة التفاضلية هي المعادلة التي تحتوي على مشتق واحدة أو أكثر بالنسبة للمتغير التابع أو دالته غير المعروفة بالنسبة للمعادلة التفاضلية هنا عندي متغير مستقل وعنده متغير تابع المتغير المستقل هو X المتغير التابع هو Y فذا كانت الدالة تحتوي على مشتقات زائدا قيم للمتغير الدالة Y المشهولة تسمى معادلة تفاضلية أسأل جزء الأول إردبين به هل هنا سؤال تبين أن هذه العلاقة حلل للمعادلة التفاضلية فرح يكون الجواب بالشكل التالي العلاقة حلل للمعادلة التفاضلية يعني ما يصير الطالب يتناقضوا إذا ذكر كلمة بين وذا كلمة برهن وذا كلمة إثبت أن كلمات الثلاثة من الألفاظ تبين أن هذه العلاقة هي حلل للمعادلة التفاضلية وإذا ذكر كلمة هل أن استفهامية يمكن أن تكون العلاقة حلل أو ليس حلل للمعادلة التفاضلية إذا كان هناك عدم وجود أخطاء بالنسبة للنسبة للسؤال رح أبين طريقة الحل هنا استفادية من صيغة كسبونينشيال في هذا الموضوع الحل ما للسؤال السؤال سوف نبدأ هنا من العلاقة وي تساوي وي تساوي إثبت من أكس زائد إثبت سائل من ثلاثة أكس هذه هي العلاقة المعادلة التفاضلية تحتوي على مشتقات مشتقة أو أكثر لحد حدد مرات الاشتقاق بعدد الاشتقاقات الموجودة ورتبة الدالة التفاضلية نشتقها مرة واثن نشتقها مرة تاني الاشتقاق الأول الواي برايم ساوينا إثبت من أكس هي الدالة نفسة في مشتقة الأس الجزء الأول مشتقة هذه الدالة التي تمثل هناك علاقة الإثبت من أكس هي الدالة نفسة في مشتقة الأس زائد إثبت سالب ثلاثة أكس نفسة في سالب ثلاثة إذا هنا عدنا عمليات اشتقاق مشتقة رقم واحد نبسطه هذا الناتج تبسيط راح نستجل واي برايم ساوينا اثبت من أكس نقدم العدد على التابت على المتغيرات أيضا السالب في الموجر ساوينا سالب ثلاثة اثبت من أكس هذا التبسيط إذا نكمل أد هذا الجزء ناخد مشتقة ثانية من وايدة بن إبراهيم الساوينا الثلاثة ثابتة تنزل الدالة نفسها اثبت من أكس واشتقة الأس في اثنين ناقصا الثلاثة عدد ثابت اثبت سالب ثلاثة أكس نفسها واشتقة الأس سالب ثلاثة هذه المشتقة رقم اثنين مشتقة ثانية مشتقة ثانية بالنسبة لدالة مشتقة رقم اثنين تفسيط أيضا يحتاج رأيكم بالشكل التالي الجواب الوايدة بن إبراهيم نساوي 2 في 2 4 اي تدى 2 ايكس السالب في السالب موجب 3 في 3 9 اي تدى سالب 3 ايكس إذا المشتقة أولى ومشتقة ثانية نرجع للمعادلة التفاضلة لأذن المشتقة الثانية زاد المشتقة الأولى ناخصا 6 في الدالة لنفسها يساوي صفرا إذا ناخد الطرف الأيسر منه رأسنا left hand side left hand side نعم طلاب أكثر مكتب بالعربي الطرف الأيسر الجواب لا يجوز L H S يساوي هاي الكتابات اللي بالعربي للتوضيح فقط ناخد طرف الأيسر المشتقة الثانية مشتقتها الأولى ناقصا 6 في الدالة لنفسها هذا هو الطرف الأيسر منه لاحظ إذا الطالب ما عرف يكتب هذا الرميز يكتب هذا بدلا عنه ويهتم ويكمل علي التعويض لأعوض الناسر هنا ويساوي الناسر المشتقة الثانية أربعة A to the two X زائد تسعة A to the three X زائد المشتقة الأولى للدالة بعد التبسيط 200 A to the two X ناقصا 3 A to the three X التعويض عن المشتقة الأولى ناقصا 6 ناقصا 6 مضروفة إلى أقل بسه لدي حرف ال Y قاوس A to the two X زائد A to the three X عملية التعويض ثم عملية التبسيط الناسج يساوينا الملاحظة الأولى الحدود المتشابهة لاحظ جاءوا حدين متشابهين أربعة زائد أثنين ستة A to the two X الحدود المتشابهة الأخر هذا الحد وهذا الحد أحدهم مجابهة الأخر السالب نأخذ إشارة الكبير ستة A to the three X ناقصا إذن الطالب هنا يقدر حتى ما يحتاج يحتاج القوس ستة في قوس A to the two X زائد A to the three X وهذا القوس لاحظ أطلع ستة عامل مشترك طلع العدد نفس A to the two X زائد A to the three X ناقصا 6 A to the two X زائد A to the three X ثم يحدث في الناتج الأول مع الناتج الثاني استخدمنا لنا فكرة التحليل فكرة أخرى فتح الأقواس كل أسفل إذن العمليات الرياضية تتجلى في أجمل صورها في موضوع المعادلات التفاضلية وطريقة فهم القواعد ويسع الناتج صفر بعد ويسع منه Right hand side يجب أن تكون الكتابات باللغة الإنجليزية وبالألفاظ اللي موجودة في الكتاب أيضا بعد ما نحتاج إذن العلاقة حل المعادلة تكسب بالعربي بالأخير كاتبين بهذا الشكل إذن العلاقة هي حلا للمعادلة التفاضلية هي حلا للمعادلة التفاضلية فالإشارة بسيطة لهذا الموضوع هذه العبارة اللي موجودة بين قوسين الجواب فهو هذا فما نحتاج بعد كتابته هذا فقط للتوضي إذا لاحظت الجواب كله بالإنجليزي تلاحظ تلك الجواب بالأخير بهذا العبارة ما محقول يكون هذا يكون الجواب الجواب هو صحيح هذا كله بالرموز والإجابات تكون محددة أما الألفاظ اللي موجودة بالعربي فقط لعملية التبسيط إذا الجزء الأول في هذا الموضوع حل المعادلة التفاضلية إذا وجدت علاقة ومعادلة فالجواب ما أنه خطوتها وهي اشتقاق زائدا تعويض اشتقاق وتعويض يعني ملخص الموضوع يتكرر بكلمتين فقط موضوع العلاقة والمعادلة اشتقاق زائدا تعويض فقط كلامتيين يقدر الطالب أما التبسيط يبقى على شطارة الطالب وفهمة لقواعد الرياضيات وأي جواب يتطابق مع قواعد الكتاب صحيح ملاحظة المعادلات هنا أكثر من طريقة للحل مطابقة للجواب إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.elmerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة